الصيام المتقطع ليه فوائد كتير جداً على الصحة بس أنا هتكلم بس عن جزء حرق الدهون وخسارة الوزن إيه هو الصيام المتقطع؟ باختصار الصيام المتقطع هو أننا هنوقف أكل خالص في فترة معانة في اليوم وبيأكل بس في وقت محدد فيه أنواع كتير بس هتكلم على الحاجات اللي أنا جربتها وهو نظام 16-8 وده أنا بوقف أكل خلال 16 ساعة في اليوم وبيأكل بس في 8 ساعات طيب إيه الحاجات اللي ممكن نشربها في 16 ساعة؟ أول حاجة المية وهي مهمة جداً جداً سواء كنا بنعمل ضايت أو لا على الأقل اللترين ونص ماية باليوم شيء، قهوة، نسكافيه، بلاك، نعناع بس كل الحاجات دي كلها من غير سكر ومن غير لبن اللي أهم بقى من الصيام الواجبات بعد الصيام وده اللي بيحصلنا في رمضان بنصوم 16 ساعة وأكتر وبنفتر على عصائر وسكريات وحلويات وكاربة عادي وبنحقق أعلى معدلات ديادة وزن في الشهر ده طيب هاكل إيه في الفترة دي؟ بهتم جداً في أكلي إنه يكون قليل الكاربوهايدرات وده هيساعدني إني ما حسش بالجوع بسرعة بعد الواجبة الواجبة لازم يكون فيها بروتين ودون صحية وخضروات الخضر مهمة أوي فيه كاربو قليل فيه الياف هتقلل امتصاص الكاربوهايدرات فيه فيتامينات معايدن زي البوتاسيام والكالسيام والحديد ومغنيسيام وغيرها هقسم الواجبات إزاي؟ أو معايد أكلي هتبقى عاملة إزاي؟ أول حاجة أنا مش هيكره لما حس بالجوع موعيد الأكل دي هتختلف من شخص للتاني بينام إمتى؟ بيصحى إمتى؟ شغلي إمتى؟ بالنسبة لي كنت ممكن أفتر على الساعة 12 وحدة الدهر والغد يبقى في حدود الساعة 4 أو 5 والعشة 8 أو 9 بالكتير أوقات ما كنتش بعرف أخذ الغد في معايده فكنت بتضمه مع العشة في واجبة واحدة ووقف أكل بعدها لحد فطور تاني يوم ما فيش سناكس ما بين الواجبات ودي حاجة مهمة عشان تضبط سكر الدم ما يفضلش نازل تغلع طول اليوم فلو عايزي أخد فاكها وأي سناك خفيف كنت باخده مع الواجبة الرئيسية فموعيد الأكل عادي نزبطها كل واحد على حسب يوم وعمل إزاي؟ أحلى حاجة في الصيام المتقطع إن بعد فترة من تجربته هتلاقي نفسك فعلا حاسس إنك مش جعين يارب أكون قدرت أفيدكم بالفيديو ده واكتبولي لو فيه أي سؤال تاني عندكم على الصيام المتقطع